في فيديو النهاردة اعرفك ازاي تعمل البسبوصة بترقة سهلة جدا وهتنجح معاك وما فاش نسبة من الفشل بص شكلها دي بسبوصة الاكياس تكات جديدة هتنقلها في حتة تانية خالص هتكوني استاذة في عمل البسبوصة انا صمر ودي قناتي اتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل منازل فيديو تتفرجوا عليها على طول يلا بقى ندخل على الوصف على طول هتجيبي كيس البسبوصة النوع اللي انت بتفضليه انا جايبة بسبوصة بجزء الهند وكل اللي هنحتاجه كباية لبن دافية عليها كباية من السمن وثلاث معالق كبار من اللبن البدرة الفكرة هنا بقى في اللبن البدرة هو اللي هيديها طعم طحفة جدا وكمان لون حلو من غير مضيف سكر ومن غير مضيف سكر ولا اي حاجة خالص بص شكل لبن البدرة انا بجيبه واخد منه 3 معالق واحمصهم على النار لغاية ما يبقى لونه كده بالظبط اهم حاجة تفضلي تقلبي فيه وما تسيبش ايدك منه علشان ما يتحرقش منك اللبن البدرة ده بتجيبه عادي جدا من عند اي عطار وتقدر تجيبي الكيس المغلف بص شكله انا بقى بحمره افتص على النار لغاية ما ياخد اللون الحلو ده هتجيبي بقى البولة اللي هتعجيني فيها هتضيف فيها كيس البسبوسة اللي انت جايبه جاهز هتضيف كيس البسبوسة كده هتضيف عليه معلقة كبيرة من جزء الهند تقدر تستغنى عن الخطوة دي وهتضيف هنا بقى اللبن البدرة اللي احنا حمصناه لغاية ما خدنا اللون الحلو ده كده المواد الجافة جاهزة عندي هنيجي بقى للمواد السيلة هتجيبي بولة وتحطي فيها كوباية من السمن تقدر تعمليه بسمن بلدي او السمنة بتاعت المحلات عادي جدا اللي عندك احملي بيه انا حطيت عليه نقطتين من الفانيليا وننزل باللبن الدافي كوباية اللبن مش بيغلي ولا حاجة لا اللبن دافي يعني تحطي ايدك في كده تستحمليه وهنضيف بقى عليهم معلقة من عسل النحل هاخلط كل المواد السيلة دي مع بعض هتجيبي بقى الخليط الجاف وتحطي عليه المواد السيلة اللي احنا عملناها كده وفي المرحلة دي احنا مش هنقلب خالص احنا هنخلط بس كل المكونات مع بعض وما ينفعش التأليف في المرحلة دي خالص كده الخليط جاهز معي هتجيبي بقى الصينية بتاعتك وتدهنيها معلقة من السمنة او معلقة من التحينة وتنزلي بقى فيها بالخليط اللي احنا عملنا ده وبكده البسبوسة جاهزة معي هتفرضيها بقى من النص كده للاطراف هتفرضيها بقى من النص كده للاطراف هتفرضيها بقى من النص كده و هتفرضي من النص كده لما انا بعمل كده و هي جهزة معايا بعد قطعها ممكن تصغير الكطع عن كده والممكن تكبريها الكطعة مناسب جدا هي كده جهزة معي هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص انا في المرحلة دي مش بحط السوداني انا بحط السوداني بعد ما يخرج من الفرن دي انجح طريقة علشان السوداني يفضل لونه حلوة معاكي وما يتحرقش وكمان ما يطلعش من البسبوسة وانتي بتسقيها نيجي بقى نعمل الشربات هتحتاجي كباية من السكر عليها كباية من الميا وتسيبيهم كده واول ما يغلو تحط لهم عصير نص لامونة وتسيبيه على نار هادية لغاية ما البسبوسة تخرج معانا من الفرن بعد ما اخرجتها من الفرن دي شكلها عايزة اقولك ما بتاخدش وقت خالص ربع ساعة وبالكتير او تلت ساعة هتكون مستوية معاكي اول ما تاخد بقى معاكي لون حلو كده من الجوانب هتقدي بقى عليها الشواية في اخر دقيقة علشان تاخدي اللون الحلو ده وتفضلي طبعا جنبها علشان ما تتحرقش منك او تاخد لون زيادة هتجبي بقى الشرباط بتاعك وهو سخن كده والبسبوسة سخنة وتسقي بيه البسبوسة تقدر تضيف معلقة سامنة بلدي للشرباط عايزة اقولك هينقلها في حتة تانية خالص هيخلي راحتها وكأنك عملاها بسامنة بلدي من نجاح البسبوسة بقى انية تتشرب محاكي بسرعة بسي قد ايه يا طبية وهتتشرب كل كمية الشرباط اللي احنا حطناها بجد طريقتها ناجحة جدا وما فيهاش نسبة من الفشل للامانة طريقة اللبن البودرة دي اللي انت بتحمصيها على النار دي طريقة فانيلا ومستيكا طريقتها حلوة قوي وجربتها ونجحت معايا اول مرة اعملها باللبن البودرة بس بجد النتيجة طحفها يا بنات اتمنى تجربوها بص التراوة وبصي لونها انا كنت الاول بكرمل السكر لا انت هتستغني عن كرملت السكر وكمان عن كباية السكر وهتعملي بتلات معالق من اللبن البودرة والنتيجة زي ما انتوا شايفين يعني ما استعملناش السكر غير في الشربات بس وعايز اقولك طعمها طحفة جدا من انجح وصفات البس بوسة اللي انا عملتها هتقدر بقى تزوائيها بالصدالي كده بعد ما خرجتها من الفرن وتعالي بقى اشوف النتيجة بجد طحفة جدا يا بنات اتمنى تجربوها النتيجة ناجحة جدا وطبعا بقى رمضان داخل علينا كل سنة وانتوا طيبين وهتحتاجوا الحلويات احفظوا بقى الفيديو ده عندكم اكيد هتحتاجوه في رمضان اتمنى بقى تجربوه وتحطولي لايك لان الفيديو بتاعنا يستاهد لايك منكم واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله